أهلا بكم في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناتقين باللغة العربية وتحدث في مقابلته التي ألقاها في قاعة القديس بولوس السادس فقال إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس استمر قداسة البابا اليوم في التكلم على التمييز وعلى أهمية أن نبقى متنبهين للمرحلة التي تل اتخاذ القرار حتى نلاحظ العلامات التي تؤيده أو تنفيه وهناك أسئلة يمكن أن تساعدنا لنعرف صلاحية قرارنا أو عدم صلاحيته قبل كل شيء هل يمكن أن نرى في قرارنا جوابا على حب الله لنا وسخائه في تعامله معنا؟ هل ينشأ قرارنا من الخوف أو من ضغط عاطفي أو إكراه؟ هل ينشأ قرارنا عكس ذلك من الشكر والتقدير على الخير الذي نلناه؟ والذي يحرق القلب ليعيش العلاقة بحرية مع الرب يسوع؟ وهناك علامة مهمة أخرى هي الوعي بأن نعرف أننا في مكاننا في الحياة وأننا جزء من مخطط أكبر نرغب في المساهمة فيها وعلامة أخرى هي أن نبقى أحراراً أمام القرار الذي اتخذناه وأن نكون مستعدين لإعادة النظر فيها مرة أخرى حتى التنازل عنه إن تبين أنه غير صالح هذه كلها علامات مهمة تدل على صلاح القرار المتخذ أثناء مسيرة التمييز ولكن المهم هو أن نضع ثقتنا في الله رب الكون الذي يحبنا كثيراً ويعرف أننا معه يمكننا أن نصنع شيئاً مدهشاً وأبدياً ترجمة نانسي قنقر